أخبار منتخبنا الوطني المصري شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية أنهت الاتفاق بشكل رسمي على إقامة مباراة وديمة بين منتخبية مصر وكويت عشان استعدادات الانهائي ومنديال روسيا الكويت قريبة جدا من طريقة لعب منتخب السعودي وكلما المنتخب منتخبنا يلعب ماتشاط وديية أكبر كلما هيبقى الاستدادات أكبر وأفضل بالنسبة لمنديال 2018 خلينا نتكلم أنه دلوقتي خلاص بقى فيه حومية كاس العالم الكل دلوقتي بيفكر كل اللعيبة كل الجهاز الفنية الآن كنا سمعنا خبر أن الجهاز الفني بيفكر فيه أنه يستعين بأحد الأفراد داخل الجهاز الفني لأنه بقى فيه إضافة أو فيه متاح أنه يستعين بأحد أفراد الجهاز الفني يكون موجود في المدرجات للاستعانة به كمحل الأداء أو كأي صفة ودي من الحاجات اللي مستر هكتر كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بيفكر أنه هيستعين بمين داخل المنتخب قوام المنتخب من الناحية الفنية في الجهاز عشان طبعا دلوقتي خلاص كاس العالم على الأبواب هيبقى فيه متشاط مهمة جدا المنتخب مصر يبتدي معذكره في مارس استعدادا للمونديال الكل خلاص واحدة واحدة نتدي نتكلم في المونديال فقط وماشاء الله لعبتنا المصريين في الخارج كلهم بيشاركوا بشكل قوي ليه الغاية خلينا برضو أكد على حركه أن السيد أستاذ إهاب الهيطة المدير المنتخب قال أن لو أحكاس العالم الآن تسمح بيوجود أحد أفراد الجهاز الفني في المدرجات للتواصل مع المدرب اللي هو هيبقى مستر كوبر في أيضا أخبار محترفين